ترأس سعدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه بالوزارة الاجتماع الأول لجنة تكريم العمل المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي للدورة الرابعة والثلاثين الذي يقام سنويا تحت رعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبحث الاجتماع الإجراءات التنظيمية والاستعدادات الأولية نحو وضع خطة زمنية لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الحدث الوطني الذي يقام سنويا في شهر ديسمبر تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس عاهل البلاد المفدى والعيد الوطني المجيد حيث دأبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تكريم فئات عملية مختلفة في مواقع العمل والإنتاج إضافة إلى تكريم عدد من رواد العمل والمنشآت المتميزة والإداريين تقديرا لمساهمتهم في إنجاح ودعم برامج الوزارة في توظيف المواطنين وتحسين أدائهم المهني واستبيئة عمل محفز على العطاء والتميز وفي تصريح له بهذه المناسبة أشاد حميدان بالدعم الذي يحظى به العمال في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتشجيعه الدائم لهم في مختلف مواقع العمل واهتمام الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقع حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه منوها في هذا السياق بحرص القيادة الحكيمة على تعزيز المكتسبات العملية وإعلاء قيمة العمل وخلق أجواء عمل مشجعة ومحفزة على التميز في أداء العمل وتحسين الإنتاجية اشتركوا في القناة